عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مددول اجتماعاً لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضي والتي يمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية لاستيعابه 30 مليون سائح سنوياً وهو أحد المستهدفات التي توليها الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لقطاع السياحة وذلك باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين أدائها ضمن برنامج الأصلاح الهيكلية الذي يضم إلى جانب السياحة كل من قطاعات الصناعة والذراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أضاف مددولي أنه إلى جانب الجهود المبدولة من قبل الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة هناك مستهدفات تعمل عليها الدولة حالياً وهي جد 30 مليون سائح سنوياً لكن في المقابل نواجهه تحدياً يتمثل في ضرورة إضافة نحو 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية وعشر رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية السياحية التي تمتلك محفظة أراضي سياحية تتبع وزارة الإسكان وهناك توجيه لوزير الإسكان بأعداد خريطة بالأراضي المتاحة لتنفيذ هذه المستهدفات معكداً أن مسؤولية الترويج للفرص الارتثمارية السياحية مسؤولية مشتركة ترجمة نانسي قنق реально